السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي هذا الفيديو سنعرف مع بعض إزاي تقدر تشغل أي فيديو عن يوتيوب في الخلفية بتاعت التليفون، وكمان تقدر تقفل التليفون يعني لو أنت مثلا في المواصلات، أنت بإمكانك تشغل فيديو عن يوتيوب egوان مش أنت مش هتعرف إنك تقفل التليفون لأنك لقفلت التليفون طبيعي الفيديو معاك بيت أفر لكن لما تجي تخلي الفيديو يشتغل وإنت طفل التليفون وهو موجود في الخلفية وكمان تقدر تحول الفيديو من mp4 ل mp3 في جزء من الثانية وتلاقيه شغال معاك mp3 كمان وكمان تقدر تعرف الكلام اللي كان مكتوب في الفيديو يعني هتلاقي الكلمات مكتوبة بالتفصيل ظهر قدامك في الشاشة كل ده ما عارفه في الشرح ان شاء الله لكن ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب لقناة ويلا بينا كل حاجة بتروح عندك على اليوتيوب ميوزيك كل حلقايك بس بتفتح عندك التطبيق ده كده وعلى سبيل المثال بتشغل اي فيديو انت محتاجه سواء كان فيديو عن محاضرة انت بس كل عليك بتروح عندك على الصفحة الرئيسية وبتبحث عن اي حاجة انت محتاجها فوق في السرش هنا يعني على سبيل المثال لو جينا مثلا نكتب محاضرات محاضرات تمام وبعد كده طبعا كتبت هنا غلط محاضرات طبعا بيزهر لك هنا محاضرات طبعا على حسب ما انت عاوز بقى محاضرات في الجامعة بتاعتك اي محاضرات انت محتاجها لكن على سبيل مثال هشغل مثلا اي ميوزيك عندي هنا كده مثلا يعني وبخرج خالص وبعد كده بفتح تاني الموقع او الطبيق ده طبعا اذا انت شايف كده بيظهر معايا الفيديو وانا هقول اعمل بلور علشان حقق طبع النشر لكن لو انت جيت تشغل اي حاجة تانية مثلا اغنية زي دي كده وكل عليك بس بتخرج منها خالص بالشكل ده كده طبعا هو هيبصل معاك صوت الاغنية فانت تفتح تاني الطبيق وعلشان نظهر لك حتى رسالة مكتوب فيها هنا انك محتاج انك فبعد كده بعد ما تيجي تخرج عندك خالص بتروح عندك تفتح الطبيق هيقولك هنا تجربة مجانية اعمل اضغط عندك بدء الفترة التجربية وبتنتصر كده شوية لحد ما يتم فتح المحتويات اللي انت محتاجها طبعا قالك هنا اضغط ضغطة طيب تمام فانت على طول بيحولك على الصفحة الرئيسية عادي جدا فانت دلوقتي بتروح عندك لأي عمليات انت محتاجها بقولك هنا فنبدأ هتروح عندك على اي حاجة انت محتاج مثلا تشغلها على سبيل المثال هنشغل اي اغنية من الاغاني دي كده وبعد كم ممكن تختارها بقى كفيديو او تختار كاغنية زي ما انت عاوز فوق هنا طبعا انت بتقدر تخرج خارص وهتلاقي الصوت معاك شغال في الخلفية الخاصة بالتلفون بتاعك زي ما نقولت لك تقدر بقى تشغل اي حاجة انت محتاجها تشغل محاضرات تشغل القرآن انت ماشي تسمع فيه المواصلات عادي جدا انت بس كل عليك بتضغط على اي حاجة انت محتاجها او على اي فيديو او على اي حاجة انت تقدر تبحث عليها يعني مثلا محاضرات هنا مثلا هندسة طبعا هنا مثلا بتختار اي محاضرة من المحاضرات دي تقدر تسمع اي حاجة انت محتاجها طبعا بتحول من فيديو لاغنية عادي جدا بحيث ان هو يكون بسلخة M4 لو جيت تضغط تحت هنا تلاقي هنا كلمات الاغنية يقولك هو كان مكتوب ايه في الفيديو يعني كان يعني مثلا انت محتاج تقدر ترجع ورق الدكتور اللي بيشرح لك المحاضرة بتفهم هو عايز يقول ايه بتلاقي كل الكلام مكتوب فيه كلمات الاغنية او كلمات الموجودة في الفيديو بتاعك طبعا تقدر تخش تاني على اي حاجة انت محتاجها وتكمان لما تيجي تخرج وكمان تعمل لك للجهاز خالص هتلاقي برضو صوت شغال فيه التليفون عادي جدا وتقدر كمان تسمع فيه المواصلات بدون اي مشاكل فايدي حاجة بتكون لصلحك انت كده هنشرح انتهى اتمنى هيكون نشرحها عجبك ياريب ننساش دعم للايك وسبسكراب للقناة واشوفكم في حلقة جديدة اقدمتم بخير سلام اشتركوا في القناة شكرا